بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نستأنف الحديث حول الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والتسليم لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات في هذا الوقت كثير من الشباب اليوم صار عندهم يأس صار عندهم إحباط يظنون أن أمتنا خلاص ما في فايدة وطبعا بدت الآن الدعوات تزيد نحو التطبيع مع العدو الصهيوني وخلاص هذه نعايشهم ما نستطيع عليهم هم أقوى منا هم أحسن منا هم أكثر تقدما منا هم كذا هم كذا إذن خلونا نستسلم لهم وخلونا نتعايش معهم وانتهينا هذه نفس إحباط ونفس يأس ونفس ضعف هذه أمتنا أم عظيمة سادت البشرية لفترة طويلة و لما قدناها قدناها بالعلم و الأخلاق هكذا قدنا البشرية في الفتوحات الإسلامية لم تحدث حادث اختصاب واحدة ليس كما يحدث اليوم في البشرية لما دخلنا الدول الغين الاستبداد و الطغيان واستبدلناها بالعدل لكن لا نريد أن نتغنى بأمجاد الماضي أمتنا تخلفت و يجب أن نعترف أننا تخلفنا و تخلفنا حوالي أربعمائة سنة من التخلف أربعمائة سنة و تراكم هذا التخلف و انتشر في كل جوانب الحياة ليس فقط في السياسة و الجيوش و ضعفها و انما في التعليم و الصحة و النهضة و الى درجة ان اليوم في بعض المقالات التي قرأتها انا في المجلات الغربية تقول ماذا يحدث في العالم العربي و لماذا هذا التخلف و هل هناك أمل حتى الغرب يسألوا ماذا يحدث لكم فأمتنا نعم تخلفت لكن اي واحد يفهم التاريخ و يفهم كيف يتحرك منحنا التاريخ يعرف ان امتنا بدأت تنهض بدأت تنطلق من جديد بفضل الله تعالى و النهضة اسرع مما تتخيلون الناس تنظر فقط لجانب السياسي و العسكري النهضة لا تقوم بهذا هي الجانب السياسي و العسكري هو اخر شيء عندما تكون الامة جاهزة اخلاقيا علميا تخطيطيا اجتماعيا عندما ننشر هذه الاساس واحد يقول لي ايش فائدة كلامكم كلامنا كما يقول العرب الحرب اولها كلام لا نحن لا نقصد الحرب بالحرب وانما نقصد نهضة والتغيير والحضارة اولها فكر تبدأ بالفكر اوروبا كيف نهضت الثورة الصناعية والثورة الفرنسية كيف حررت اوروبا بدأت بالمفكرين فاهمية كلامنا ان احنا نؤصل لفكر لكن فكرنا ليس فقط فكر مجرد فكر مثالي عملي نأخده ونستقيه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ايضا علمي وعملي يعني كانوا سابقا الحديث عن القيادة حديث وعضي وحديث يعني سامحوني حديث مشايخ لم يدرسوها علميا ولم يبحثوا الابحاث وليس عندهم عينات كل واحد يكتب من رأسه لا احنا الان نريد ان ناخد هذا العلم واخر ما وصل للعلم وايضا نطبق على اعلى مستويات البشرية المتمثلة في الرسول القائد صلى الله عليه وسلم اذا امتنا تخلفت نعم كنا سدنا البشرية ثم تخلفنا وبدعنا ننهض وستعود امتنا ستعود لقيادة البشرية من جديد ولابد ان نكون مستعدين لهذه المسألة ومن اعظم الاستعداد ان هناك من يقود من يقود هذه النهضة النهضة القادمة اسمعوا يا شباب النهضة قادمة لا محالة الله سبحانه وتعالى حكم ان هذا الدين سيدخل كل بيت مدر ووبر كل مكان سيدخل هذا الدين ستأتي النهضة هذا ليست نهاية التاريخ كما يقول فوكياما ولا غيره لا 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 نحن لسنا في نهاية التاريخ نحن في وسط الزمان بعدها سيبدأ الاسلام ينتشر وينهض ويحكم ويسود من جديد فكروا معي هذا لا يحدث هذا الامر لا يحدث وحده لا بد من جهد وتخطيط وبذل لاجل ان نستعد لهذه النهضة ومن ضمن الاستعدادات وليس الشيء الوحيد لكن من ضمن الاستعدادات الرئيسية من سيقود من سيقود هذه النهضة القادمة من سيقود البشرية كلها بدل القيادة التعيسة التي تقودها اليوم واليوم عندنا مشكلة كبيرة حقيقة في الفكر يعني خذوا مثلا تجار المسلمين كثير منهم عندما تحدث عن التبرعات مثلا فتحدث عن بئرماء وعاية ايتام واغاثة وبناء مسجد كلهم يستعجلوا هذا امر مطلوب وواجب لكن فكروا معي ايهما اهم 200 قائد ولا 200 مليون مسلم نعطيكم بثال بسيط جدا كم عدد المسلمين اليوم اسألوا انفسكم ستختلفوا في العدد يعني بعض الناس انا قرأت هذا الناس يقولوا مليار 1300 مليون انسان بعض الناس يقول عدد المسلمين 1500 مليون وبعض العلماء او بعض الناس يقولوا التقدير هو 1700 مليون لحظة اختلفوا على مئات الملايين طيب لو كانوا هؤلاء لهم اثر كم بيّنوا يعني ممكن 200 مليون ازيادة ليس لهم اثر ليش اختلفنا عليهم لان ما قاعدين نلحظ لهم اثرا فليس القضية بالاعداد الان فكروا بالمقابل لو كان عندنا 200 قائد بس 200 قائد يفهموا دينهم ويفهموا الحضارة الاسلامية والغربية وعندهم تأصيل فكري واخلاقي وعندهم تخصصات نادرة وقوية وعندهم مهارات قيادية هل سيافريق 200 واحد فقط احنا واحد بهذا النموذج اللي نحصل تخيلوا 200 اذا الجهد والمال الذي يبذل لاجل هذا عندي اعظم من الشغل على 200 مليون لان هؤلاء 200 مليون اثرهم محدود بين الميتين هؤلاء ممكن ان يغيروا التاريخ كله وتذكروا ايضا هذا القانون الذي ذكرته كثيرا وهو ان 2% من البشر وهم بالضبط هم القادة والمبدعون 2% فقط هم الذين يديرون الباقي 2% من اي امة هم الذين يقودوا يبدعوا يطوروا هذا في الغرب وفي عند المسلمين حتى في الصحابه الكرام عدد الذين ذكرت اسماءهم في جميع كتب السير هي 2500 صحابه بينما عدد الصحابه اكثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي حجوا معه 114000 غير اللي ما حجوا معه عليه افضل الصلاة والتسليم اذا نحن نتكلم عن اقل من 2% فتخيلوا هذا اذا هذا البرنامج موجه لكيف نصنع هؤلاء الاثنين بالمئة كيف نصنع من اولادنا قادة كيف نصنع من موظفيننا قادة كيف نصنع من شبابنا وفتياتنا قادة كيف نعد قادة الامة الذين سيقود البشرية نحو العز والنهضة من جديد الله سبحانه وتعالى لما سأله الملائكة عن سبب خلق ادم وخلق البشرية فاخبرهم اني جاعل في الارض خليفة الله سبحانه وتعالى هذه الكرة العجيبة اللي يسمها الكرة الارضية التي خلقها الله سبحانه وتعالى بدقة شديدة بحيث يمكن ان تتواجد عليها حياة بشرية وغير بشرية هذه محتاج من يقودها هذا الذي سيقودها اما يتبع الشيطان او يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الارض خليفة الله سبحانه وتعالى ماذا يعني معناها يسير على منهج الله تعالى يسير على منهج الله تعالى في ماذا في حكم الناس وفي القضاء بينهم وفي دارتهم وفي تطويرهم ونهضتهم وفلاحهم في الدنيا والاخرة اذا هو سيقودهم هذا خليفة الله تعالى في الارض ليس الذي يخلف الله تعالى بالارض انه موجود فقط لا ليس موجود فقط وانما سيقود ولذلك انا في طرحي لهذا الموضوع سوركز على المفاهيم الاسلامية الفكرية التي نستنبطها من السيرة الشريفة انتوا يمكن لاحظتوا اني قاعد اتكلم فكر وليس فقط سيرة فاذا هذا جانب اساسي وهو الجانب الاسلامي الفكري والتاريخي وفيه جانب اخر وهو الابحاث العلمية الابحاث العلمية طبعا انا قلت لكم اننا سندخل من مدخل اسم الصفات مدخل الصفات لكن مدخل الصفات وهذا نشرته انا في كتاب او مقياس اسمه القائد النموذجي فهذا المدخل له مداخل من المداخل المهمة جدا جدا والتي ايضا سأستعرضها ونستفيد منها منهج كامل لم انشره بعد اسمه القائد الاخلاقي او القيادة الاخلاقية فاشتغلت مع احد الشباب عليه سنين طويلة وبفضل الله بجهده اولا ثم جهدي استطعنا ان ننجزه وسينشر قريبا باذن الله تعالى فساعطيكم من خلال هذه الدوره التلفزيونيه سنعطيكم صفات القائد ومنهجيات القائد الاخلاقي ليش القيادة قيم قبل المهارات تعني لو درسنا المهارات ممكن نصنع قائد بس ممكن يكون قائد سيء قائد لا اخلاقي ويساهم في انحطاط البشرية وطغيان البشر بينما القيادة اساسها العدل شوفوا سيدنا عمر رضي الله عنه لما قرر اهل القدس النصارى كانوا على الفكرة ما كان فيها يهود وكانوا يمنع وجود اليهود وجزء من اتفاقية بين المسلمين بين النصارى وعمر رضي الله عنه انه اسمونا الوثيقة العمرية انه ممنوع الدخل علينا يهود فالنصارى كانوا يرافضين اليهود اصلا فما كان في القدس ولا يهودي المهم فسيدنا عمر المسلمين ابو عبيدة قادة المسلمين استطاعوا ان يحاصروا القدس فقررت القدس ان تستسلم لكن فقط يستسلموا لعمر ما يستسلموا لغيره فاخبروا عمر خلاص انا ااتي فجاء على بعير واحد مع خادم له في الطريق كان سيدنا عمر رضي الله عنه يركب احيانا وكان يركب الخادم احيانا ايش هذا ايش العدل ايش الرحمة فوصلوا طبعا الجيوش كلها منتظرة الاسلامية والنصرانية الكل منتظر لان القدس قررت تستسلم لكن ما زالوا مسكرين الابواب ينتظروا يسلموا المفتاح لعمر فقط والجيوش الاسلامية محاصرة ما تركت مكانها تنتظر انهم يستسلموا وبالتالي ينتظروا عمر فوصل عمر رضي الله عنه وصل وكان الدور عليه هو ان يمشي والمملوك هو الذي على البعير فلما اقتربوا كان في مخاضة يعني ارض طينية وحل فبدأ عمر يمشي فيها فوصل ثياب من اثار السفار وارض وحل وغيرها فالمسلمين استهدوا من هذا المنظر ايش هذا والنصارى مستغربين ايش هذا فقال ابو عبيدة والصحابه عاتبوا عمر قال احنا ما ننتصر بمعاييركم الدنيوية هذه نحن ننتصر اولا بالعدل وليس بالمظاهر القيادة قيم قبل ان تكون مهارات سنتعلم المهارات سنتحدث عن المهارات لكن سنركز اكثر على القيم هذه بعض المعاني التأسيسية ونكملها في الحلقة القادمة ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله